عندما نزيل جهاز Y9A يسألون من افضل جهاز Nova 7i اي 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 واحد يشتري للصراحة كل جهاز يتميزه عن الثاني و لحتى نعرف اي افضل دعونا نعمل هذه المقارنة سوا دعونا نبتدي بالتصميم والاشكال جهاز Y9A جهاز مصنوع من البلاستيك اطار من البلاستيك الخلفية من البلاستيك جهاز جهاز حلو ورائع بديزاين حلو وتصميم شبيه بالMate 30 Pro جهاز Lenovo 7i أيضا مصنوع من البلاستيك الإطار من البلاستيك الخلفية أيضا من البلاستيك جهاز تصميمه حل وشبيه بجهاز الآيفون كاميرات شكلها شكل الآيفون بنسبة تصميم وديزاين ما نحكي كتير لأنه هذا شي بيرجع لزوء المستخدم وهو شو بيحبه و شو بيفضل خلنا ننتقل للشاشات شاشة Y9A شاشة مصنوعة من نوع IPS بحجم 6.63 أيضا مع كسافة بكسل 397 ببي آي فل أتش دي بلاس و 60 هرتس كل هدول عن الشاشة طبعا ما تدعم حماية غوريلا غلاس أبدا جهز هواوي متوسطة وللخيصة ما تدعم حماية غوريلا غلاس فجهاز شاشته حلوة كاملة الكاميرا صايرة من ضمن الجهاز سلايدر بتطلع بيعطيها جمالية أكتر لشاشة كون ما في لاصقب أو أي نوتش أو أي شي بضمن الشاشة جهاز Lenovo 7i جهاز شاشته مصنوعة IPS أيضا بحجم 6.4 ب398 ببي آي كبكسلات أيضا مع فل أتش دي بلاس و 60 هرتس كمان ما تدعم أي حماية للغوريلا غلاس كمان شاشته حلوة الكاميرا صايرة ثقوب بقلب الشاشة وهذا الشيء كمان بيرجع للمستخدم هو شو بيفضل شو بيحب تحب الكاميرا الصايرة سلايدر أو الكاميرا موجودة ضمن الشاشة اثنين هم حلوين والصراحة أنا أفضل كاميرة Lenovo 7i صار ضمن الشاشة بحسة بتعطي جمالية أو رقي أكتر من انتقل للمعالجات معالج Y9 جاية من نوع MediaTek G80 12 نانومتر مع معالج رسومي GPU Mali G52 MC2 أيضا جهاز Lenovo 7i جاية من نوع Kirin 810 معمارية 70 نانومتر مع معالج رسومي Mali G52 MB6 ركز على MB6 لأنه كتير بتفرق بالنسبة للجي بيو الجهازين معالجاتهم جيدين ما نهم سيئين لكن معالج Kirin 810 نحن شفنا كلنا أنه تفوق على كل الأجهزة المتوسطة منها Note 8 Pro Realme 6 Realme 6 Pro A71 اللي هن نغلبهم بمعالجات Snapdragon 720 و 730 ف Kirin 810 كان جدا ممتاز ولكن كان Lenovo 7i بيفتقد خدمات جوجل فمعالج Kirin 810 بشكل طبيعي سيتفوق على MediaTek G80 معالج G80 الموجود بالRedmi 9 اللي لا يجاوز سعره 130 دولار حكيت هذا الشي قبل اللي متابعني بيعرف هذا الموضوع فمعالج G80 ضعيف ما بشغل أصلا ببجي أكتر من الهي على الهي بينما الجهاز Lenovo 7i بيشغل لحد الأكستريم على السموس وبيشغل على الالترا بالنسبة للهي فجهاز أيضا حلو معالجات قوية لكن ال Kirin 810 بشكل طبيعي يتفوق وكان آخر معالج Kirin انطرح بالنسبة للهواوي بعد ما صار الحظر و لم يستطيع تصنيع معالجات بالنسبة للتخزين والرام الجهازين نفس الساعة تماما 128 جيجا من نوع UFS 2.1 والجهازين يأتي ب8 جيجا من نوع L-DDR4X فنفس الساعة ونفس الرام الموجودة بالجهازين أيضا موضوع الشحن الثانياتهم يأتي ببطارية 4200 ميلي أمبير مع شاحن سريع 40 واط ومدخل شحن من نوع Type-C الجهازين يشحنوا من الصفر لـ 70% بـ 30 دقيقة يعني بالنسبة للشحن بالنسبة للزواكر ورام نفسهم طيب شو الاختلاف أكيد من الكاميرات فيه فرق ننتقل الكاميرات جهاز Y9 جايجا كاميرا الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل الكاميرا السانوية بدقة 8 ميجا ألترا وايد الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا للعزل والكاميرا الأخيرة بدقة 48 ميجا بيكسل للكاميرا الأساسية والكاميرا السانوية بدقة 8 ميجا للألترا وايد الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا مايكرو والكاميرا الأخيرة بدقة 2 ميجا للعزل الجهازين يصوروا Full HD على 30 فريم جهاز Y9A أعلنوا أنه يصور 4K 30 فريم لكن المعالج لا يدعم هي المعالجة يعني معالج لا يدعم تصوير 4K G8 فهو ما يصور أكثر من 1080 30 فريم بالثانية بالنسبة الكاميرات الأمامية الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحتات 2.2 واحدة منبسيقة بالنسبة Y9A واحدة ضمن الشاشة بالنسبة Nova 7i لكن بالنسبة للأداء نفسه إن كانت منبسيقة وإن كانت ضمن الشاشة بالنسبة البصمة اثنين جائن ببصمة جانبية وتنين تقريبا بنفس الأداء بالنسبة للبصمات ننتهي للميزات الثانية الجهازين يدعم مدخل سماعة 3.5 الجهازين يدعم GPS NFC و Bluetooth مصدار 5.1 نأتي على العيوب العيوب تقريبا نفسها لأن اثنين هواوي فلا لا يدعم خدمات جوجل واي فاي 6 صوت سماعة واحدة بالنسبة للأثنين ايضا لا يدعم مستشعر IR بقى اختلاف صغير بالنسبة للجهازين خاصة للمحبين الألعاب اللي بيستخدموا الأجهزة للألعاب جهاز Y9A يدعم حساس جيروسكوب بينما جهاز Nova 7i ما يدعم حساس جيروسكوب وهذا كان صدمة كبيرة بالنسبة للناس اللي بيستخدموا لعبة PUBG و ما توقعوا انه جهاز Nova 7i لا يدعم حساس جيروسكوب وانه في أجهزة كتير كانت أرخز منهم في دعم هذا الحساس ما بعرف بوقت لماذا شركة هواوي شارت الحساس وما بعرف السياسة بالنسبة للشركة اللي خلت جهاز Nova 7i ما فيه حساس جيروسكوب وجهاز Y9A اللي معالجه أضعف بالنسبة للبوبجي أو للعاب فيه حساس جيروسكوب يعني فهو صار عيب بالنسبة Nova 7i وميز بالنسبة لو ما فيه حساس جيروسكوب لأنه حساس جيروسكوب ما بيغنيك عن المعالج يعني إذا حطينا أفضلية لا بأخذ معالج أقوى من نوع كيلن 810 وبيصرف طاقة أقل أكيد أفضل من أنه أخذ جهاز فيه حساس جيروسكوب ولكن بمعالج G80 وبيدأ بأداء أضعف صح هو بالنسبة الواجه صرح هواوي أنه صار فيه توافقية كبيرة وشتغلت على التوافقية بين النظام وبين المعالج لدرجة أنه صار المعالج على هذا الجهاز يعطي أداء أفضل على المنصات من أي جهاز تاني بيعمل بنفس المعالج أو بيشتغل على نفس المعالج لكن أدما حسنت هي تحسن بالنظام فما ستقدر تحسن من المعالج يعني هي وعالج هذا هو فالكلن 810 ستعطي أداء أفضل من الـ Y7A وبنهاية هنا هنالك 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 واثنين هنالك بالنسبة للأداء سيكون جهاز Nova 7i أفضل ورح فضل لأنه جهاز Nova 7i لأن الكاميرا لا تشكل هذا الفارغ الكبير وخاصة أنه عاملين هنالك كاميرا Y9A 64 وآيلي بتصور 4K لكن هي ما بتصور 4K وأيضا في عرب صغير موجود بالكاميرا G80 أو معالج Y9A أنه ما فيه وضع عزل بالنسبة للكاميرا السيلفي وأيضا ما فيه وضع نايت مود بالنسبة للتصوير الموجودين بجهاز Nova 7i فإذا اخترنا وخيامنا بين جهازين كونهم بنفس الرينج السعري بنفس السعر بالنسبة للجهازين فطبعا سأختار Nova 7i لأنه سيقدم لي أداء أفضل ويعطيني قيمة مقابل السعر أيضا أفضل لأنه جهازين بنفس رائعة الشحن نفس الرام فرق بسيط بالكاميرا كأرقام لكن بالأداء لا سيكون هالفرق الكبير لأنه معالجة الصور بالنسبة للكين 8i ستكون أفضل من معالجة الميديا تيك وهذا معروف أصلا بمعالجات كين هي أفضل من الميديا تيك بالنسبة للمعالجة الصور وإذا ردت رصيحتي بنهاية الفيديو ومحتارين بين الجهازين يرأي يخذون Nova 5T بدعم خدمات جوجل وعليل كين 980 يعطيكم أداء أفضل من الاثنين وقريب بالنسبة للسعر هذا كان كل شي عن الجهازين بتمنى ما تنسوا تدعمونا بالاشتراك وأيضا تضعونا زر الإعجاب وأنتم سالمين